اشتركوا في القناة ان الهيئة عمدت الى تدريب اكثر من الف موظف تابعا لهيئة الكهرباء والماء والجهات ذات العلاقة ضمن برامج تدريبية مكثفة كما حرصت على توفير كافة الامكانيات اللوجستية بهدف العمل بكفاءة اعلى وضمن مقاييس متطورة واشار رئيس الهيئة الى ان اطلاق النظام الجديد يأتي بعد سلسلة من المشاريع التطويرية التي قامت بها الهيئة بهدف توفير منظومة ذكية متكاملة وحديثة في سبيل احداث التقدم في قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين